مواجهة عنفة شهدتها محافظة التعز بمختلف الجبهات أشدها ضروة في الجبهة الغربية حيث شن الجيش الوطني مسنودا برجال المقاومة الشعبية هجوما على عدة مواقع تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية أسفرت الاشتباكات عن تكبيد الميليشيات الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد كما تمكن الجيش الوطني من تحرير عدة مناطق استراتيجية كانت تستخدم لقصف المدينة وقنص المواطنين أهمها تبت الخوع ومنطقته البعرارة والحصب ومع استمرار الاشتباكات في الجبهة الغربية يؤكد شباب المقاومة الشعبية عزمهم على المضي قدما في طريق فك الحصار عن المدينة وتحريرها من الميليشيات الاشتباكات مستمرة ومتواصلة لاسترداد الأرض المغتصبة من قبل الحوافش المعنويات مرتفعة عند الشباب كل أبطال المقاومة اليوم يسطرون أرواع ملاحم البطولة ويدحرون تلك الميليشيات الظالمة تقدم المستمر وبطولات يسطرها أبطال المقاومة الشعبية هنا في الجبهة الغربية من أجل تحرير المدينة وفك الحصار عنها عمز أمين قناة بالقيس من الجبهة الغربية بمحافظة تعز ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر